السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون هذا كترة أخباركم إيه نهاردة إن شاء الله سنتحدث عن chemical regulation of respiration كنا أخذنا nervous regulation of respiration والcenters هناخد إن شاء الله نهاردة مثل concentration of different chemicals في البلد stimulate or inhibit respiration chemical regulation of respiration أو non nervous regulation of respiration ترى إيه البرامتر الموجودة في البلد وبتأثر على respiration carbon dioxide tension hydrogen ion concentration و oxygen tension increase carbon dioxide tension increase hydrogen concentration decrease auto tension في الارتيريال بلد stimulate respiration كيف بتعمل hyperbine ازاي؟ عن طريق direct action و reflex action direct action على respiratory center عن طريق إنها بتعمل stimulation central chemo receptor ودي هنتكلم عنها reflex action عن طريق stimulation بريفرال كيمو ريسيبتور ودي كنا خدناها إن هي موجودة في الأورتك بوديز والكاروتتك بوديز والكاروتتك بوديز central كيمو ريسيبتور دي عبارة عن ريسيبتور موجودة في المضلة أبلونجاتة كمام هي موجودة موجودة أكتر حاجة موجودة لا من المضلة من المضلة والكاربون داكسايد تنشان اللي موجودين في الملد بقى أنه بادي لا موجودين في السي اس اف اللي بيحوطها استيميليشن وزيس ريسيبتور بيحصل hyperventilation لما بيحصل لها استيميليشن بانكريز الهيدروجين في السي اس اف وانكريز الكاربون داكسايد في السي اس اف بيبقى يحصل استيميليشا للرسبيراتوري سينتور والبروديوسينج هايبر فينتيليش زي آموست سنستفتو انكريز في الهايدوجين كونسنتريشا اللي موجود في السي اس اف وانكريز الكاربون داكسايد اللي موجود برضو في السي اس اف وي البلد لين ان الكاربون داكسايد ليبت سولوبل وكان كروست البلد رين بارير ازلي البلد بيت leader اللو هي محط لكيميكال برنتيليش في الارثيري البلد الانكريز لهايدوجين كونسنتريشا في البلد لما بيزيد الهايدوجين كونسنتريشا في البلد لا يعانو الهايدوجين لكن يقتر نقر المضمنة البلده المباريول ن Pik ví ومن عندها تقبل الهايدوجين كونسنتريش أولنكريش أو السيستاميك مصرية الأتفاقية لا يحفل هايبربلية ما الذي يحفل هايبربلية؟ لا تغطية هيدروجين عيون الذي يوجد في السي اس اف تغطية البرد البرد الكاربون داكسايد كما نحن أين نظام ما يرد الكاربون داكسايد بما يساعد المحضر لأنه ببعض سلب لما بيزيد الكاربون ديكسايد تنشن او كونسنتريشن في السي ست اف بيتحد مع المية في وجود الكاربونيك الهيدريز انزيم ويعملو ال H2CO3 الكاربونيك اسد الكاربونيك اسد رابد لي ديسوسييت لبيكاربين وهايدروجين ايون كده الهايدروجين كونسنتريشن يزيد في السي ست اف يعمل استيميليشن للرسبيراتوري سنتر عن طريق استيميليشن للسنتر الكيمو ريسيبتور تأثير البلود تنشن تأثير البلود تنشن تأثير البلود تنشن على السنتر ويقال التنشن في أكسجين سيبير هايبوكسيا تأثيرها ايه على السنتر الكيمو ريسيبتور انهيبتور افكت بس قليل تأثير البلود تنشن في السنتر الكيمو ريسيبتور تأثير البلود تنشن في السنتر الكيمو ريسيبتور تأثير البلود تنشن في السنتر الكيمو ريسيبتور الكاربون داكسايد الكاربون داكسايد تنشن الكاربون داكسايد تنشن الكاربون داكسايد تنشن بزيد حاجة بسيطة تأثير البلود تنشن تأثير البلود تنشن الكلام داكسايد عن طريق انهو بيعمل استيميليت الريسيبتور عن طريق استيميليشن المين دائر على السنتر الكيمو ريسيبتور على central chemo receptor وكمان بيعمل stimulation بس بردو بيحصلها stimulation بإنكريز الكاربون داكسايد تنشن اللي هي البريفرال يبقى إنكريزنج الكاربون داكسايد تنشن في البلد استيميليت ريسبيريشن بروديوسنج هاي بريبنيا يعني إنكريزنج فرية والديبس عن طريق دايركت أكشن ورفليكست أكشن دايركت أكشن اللي هي المصص تفليها اللي هي central chemo receptor يحصل لها استيميليشن تعمل استيميليشن لـ nearby respiratory center ورفليكست أكشن عن طريق انه بيعمل استيميليشن but minimal للبريفرال chemo receptor ولكن بريسنج إير بيحتوي على 9% كاربون داكسايد بيعمل ديبريشن للرسبيراتوري سنتر وبريسنج بيور كاربون داكسايد لدى صادن داكسايد اهي الإفكت أف تشينج في الـ oxygen tension الأوتولاك بيعمل استيميليشن للرسبيراتوري سنتر ريفليكس لي عن طريق استيميليشن لمين للريفرال chemo receptor اللي موجودة في الـ بريسنج بيورتك والكاروتيد بودس اللي هي أصلا مستنسي في هايبوكسيا لما بيحصل أوتولاك رابد وسبير الرسبيراتوري نفسها السنتر نفسها تعاني من هايبوكسيا وبتقف لما العيان بيحصلوا أنسيزيا ويخش في المرحلة الثالثة ديب أنسيزيا السنتر كاربون داكسايد بتبقى ديبريز وعشان من تلينج الرسبيراتوري بتاع البيشنط دا وهو أندر أنسيزيا أنا الستيميلانت الوحيد عندي للرسبيراتوري هيكون الأوتو تنشن الرميينج درايف للبريسنج في حالات الديب أنسيزيا بيكون الديكريزنج أو الهايبوكسيا اللي بتحصل في حالات الديب أنسيزيا وبالتالي هنخلي بالنا نحن ما نجديس للعيان بيور أكسوجين لأن دا بيأبوليش الهايبوكسيك درايف فور بريسنج وبالتالي بروديوسينج أبنيا انتدس ليه الكلام دا كله في الأنسيزيا عنشان السنترال كيمو ريسبتور الكاربون داكسايد يبقى يبقى البيوتو بيعمل استيميليشن ريسبايشن من البيوتو من البيوتو من البيوتو فونكشن و فيجاي البلمونري فيجاي بتشتغل كأفرنت و كأفرنت كأفرنت تعمل ايه؟ بتترانسميت السيجنال من البيوتو زي في الهيرينج بروريفليكس و الكافريفليكس بتترانسميت السيجنال من البيوتو في الأورتك بودز والهارت واللنج وتترانسميت السيجنال من البيوتو في الأورتك قارش والأتريا والفينتريكس بتشتغل كأفرنت تبريدوسينج برونكو كونيستريكشن عشان بتعمل كونتركشن برونكيا الماصل وفاصل بيليتيشن و ميوكس ستيميليت ميوكس سيكريشن من الرسبيراتري ميوكس ميمبري شكرا